عائلات متخصصة في سرقة العربيات مثلا طول عمرها بس هي بتسرق عربيات اولا فاليوم عندهم خبرة كبيرة ازاي بيسرق وازاي بيخبي وازاي بيبيع عيلة بتورس الجريمة دي في عيلة مثلا مشهورة اسمهم يدحك جدا هنعمل عنهم حالة قريب اسمهم عيلة فارخة مثلا العيلة دي متأول لعيلة اسمهم يدحك جدا عيلة دي متخصصة في قضايا اسمها تتبع البنوك بس من الستينات هي دي قضيته هي دي التخصص بتاعه هم متخصصين في ازاي يشوف شخص داخل البنك زي يتتبعوه عشان يسرقوا الحاجة اللي هو خارج منها من الفلوس يعني فالطريقة بتاعة تنفيذ الجريمة ابداع مش طبيعي يعني ابداع مش سهل فكرة ان احنا ستة فالستة دول ادوار واضحة لو حاجة صغيرة جدا في يوم تنفيذ السرقة ما حصلتش الموضوع كله بتلغي نسبة المغامرة درسين ناس درس ومورصين بقى النوع ده من الجريمة للعيلة يعني العيلة طلعة كلها تشتعل نفس الفكرة ناس يعني مورصين الجريمة دي طب حضرتك الحاجات الكتير والجرائم كتير اللي شفتها وصورتلها فيديوهات وعملتلها وصقتها بأفلام وصائقية قصيرة يعني بتأثرش عليك انت نفسياً؟ جداً جداً وبقيت بقيت اعذر اللي شغال في المجال الامني او في القضاء انه ما بيتعملش بالعطفة لاني اكتشفت انه معظم الجرائم اللي جبناها وقدمناها في شكل قصص ان المتعم هو ابعث شخص تتوقعي واكتر شخص قريب منك واكتر شخص كان واقف ساعة الجريمة ما حصلت او بعد الموضوع ما خلص كان واقف مستبعد زعلان وماشي مع الاهالي في العزة وبيحضروا يعني اكتر القضايا اللي جبناها ان الشخص ده مستبعد تماماً واكتشفت بعد كده انه انه معظم الجرائم اللي من النوع ده اللي هي فيها قتل مثلاً تحديداً انه الامن بيشك في اقرب الناس الاول مش عشان هو عايز اشك فيك هو لانه الواقع ده المعتاد انه اقرب الناس ديك فبقيت احس انه اي تصرف بيحصل حواليك وراء تفصيلة وراء حاجة وراء وده طبعاً مرهق عايشك في شك مرهق جداً انا لو سايا العربية وحد ورايا لقيته مستمر ورايا شوية ابدأ دماغي بقى اتفكر وتفتكر الجريمة اللي صورتها في وقت كذا بقى اقول بقى يعني ما تفكرش كده بس هي حقيقة كتر انك تقرأ ومع ده انت لسه برضو بتعمل نفس الحاجة بس بحبه يعني انا بحب المحتوى ده والنطة دي برضو يعني عايز اقولها لاي حد بيفكر ان هو يبقى يقدم محتوى يعني الاول لازم تحب اللي انت بتقدمه فعلا مفيش حاجة اسمها ان انا هدخل اعمل الفيديو هنجح مفيش حاجة اسمها كده لازم تكون بتحب اللي انت بتعمله لازم تكون مؤمن باللي انت بتعمله وبتذكره كويس يعني بتديله حقه انت بتشغل على القضايا بعد ما القضاء بيقول كلمته مش قبل بعد ما كل الجوانب تكتمل والقضايا تتقفل تتقفل تماما ابدأ نكتب القصة بتاعت الجريمة دي بشكل مكتمل من كل الاراء ما بعتمدش على الاراء اللي هي اللي كانت معه او ضد لا كله وتاخد الحاجة اللي انت مقتنع تماما من تحقيقاته من الكلام انه ده الصح مقتنع تماما يعني انت ممكن تقول وجهة نظرك لا لا ممكن طيب حاجة كمان ان حضرتك قلت نكتب انت بتكتب لوحدك ولا فيه تيم برضو بيكتب لا انا معايا تيم بنكتب بنكتب الموضوعات بس يعني متفقين على ستايل واحد يعني لو فيه عشرة بيكتبوا كأنهم واحد طيب سؤال كمان هل حصل انك نقشت جريمة او وصقتها في فيلم وصائقي من الافلام القصيرة وحد من اهل الاصحاب الجريمة تواصل معاك وقال لك لأ كلام ده غلط انت كتير 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 جدا انت ظالم ده مش مجرم ده مظلوم كتير يعني ابسط الامور مثلا قضية قريبة خالص واحدة قضية غريبة يعني واحدة قتلت جزء بالسم تمام وكانت محضرة ازايز ملوتوف هي بنزين تمام خمسة خمس ازايز حطت اربعة في الدولاب وطلعت واحدة بعد ما سمته ده لقيتها عليه وولعت في القوضة وقفلت الباب القوضة وشلت الاكرة من جوه عشان ما يلافش يفتح الباب وثابت النار وعملت انفجار وحطت القوضة نفسها وقعت تمام مات وبقى الاربعة اللي في الدولاب اه انفجار اربع قنابل سيبهم له في القوضة تنتقل منه عشان كانت شكة انه يعني يعرف واحدة عليه فده شكل الانتقام فالناس بقى بعتها ايه حرام عليك يعني حرام عليك ايه ديولعته وفجرته وحرقته يعني ما عملت ما سابتش حاجة وبرضه دي موثقة يعني مش مش انا اللي كاتبها يعني هي خدت حكم اعدام يعني بس الفكرة اصد ازاي تفكر كده اه اهلها ولا ناس بتكتب اهلها وناس اهلها وناس وهي هي مش سمته اليوم ده دي خمش شهور بتسمه هو شغال في القاهرة وبيرجع البلد بتاعته كل ما يرجع ويك اند تحط له شوية سم صغرين ما يجيبش النتيجة لا ايا مش عايزة يجيبنا هي عايزة يفضل ما فيه قلم في المعدة اه انه طول الوقت عنده قلم في المعدة طول الناس اللي حواليه يشوفوا انه عنده مشكلة في المعدة وخلاص لحد ما السم يجيب ما فوق لما لقيته انه ما عملش حاجة بعد خمش شهور لقيته انه ما عملش حاجة لأ هتزود شوية اما تفجرته فيعني لأ يعني مش كده يعني طيب ايه اكتر قضية مش قادر تنسيها لحد دلوقتي في قضية فراس ده طفل مصري بس قضيته كلها تمت في البحرين مش في مصر اصلا هي مش كمان مش قضية محدش ارتكف في قضية هو تم اتهام صيدالي يعني هو الولد كان بيلعب عادي خالص وقصة مؤسرة جدا يعني هو الولد كان بيلعب عادي خالص مرحد اختفى مالوش وجود يدوروا عليه مفيش وجود عدد اربع تيام مش لقينه وبعدين بالصدفة صيدالي فاتح صيدالية بعيد عن البيت مش شوية يعني شامم ريحة وحش جدا يعني ويدور مش لقي اي اثر للريحة دي لحد ما بيفتح شنطة العربية فلاق الولد جوا شنطة العربية متوفية عبضوا عليه واتهموه بالنوع اللي خطف الولد وقتله بعد ما جابوا الكاميرات المرأة بطلع ان الولد كان بيلعب في الشارع ولقى الشنطة مفتوحة فدخلوا بيلعب وقفوا على نفس الشنطة والراجل ما فتحش الشنطة احنا دايما لو متصورة العربية مش شرط بنفتح اي اي بزبط فاتي بتخيل انتي سايقة عربيتك اربعة تيام وفي حد دوره وانتي مش عارفة واهليه واهله بيدوروا عليه ومش عارفين يجبوه ويتم اتهامه جدا ولولا رجل امن بحريني محترم حس ان الراجل ده مظلوم مع انه الجس عنده والجريمة عنده كل حاجة وعرف يدور المشكلة ان الولد اخر كاميرا مرأبة جايباء وهو بيلعب وبقى كده اختفى فمش ظاهر بقى قعد بقى يدور على كاميرات طبعا قضية كانت خلاص عدة مثلا اسبوع او اسبوعين فازاي يلاقي بقى كاميرا اللي احتمال تكون جابت الولد ده فقضية صعبة لانه اهله كانت صعبة قوي